اشتركوا في القناة اعضاء توبيخ احد خدمة النادي بنفسه على سلوكه باي حال من الاحوال بل كل الشكاوى تد الخدمة تبلغ مباشرة للسكرتير كما انه لا يجوز لاي عضو اعطاء اي اجرى او مكافأة او هدية من اي نوع كانت لاي واحد من الخدمة او من لهم علاقة بالنادي ونص المادة هنا واضح محدش من الاعضاء يوبخ او يحاسب او يلوم اي حد من العاملين في النادي باي حال من الاحوال مهما كان خطأه مش من حقك توبيخه او انك تحاسبه اخطأ في حقك تكتب شكوى لسكرتير النادي اللي هو مدير النادي حاليا كمان ممنوع تدي هدايا او مكافأات او هبات يعني بقشيش لاي حد بيشتغل في النادي او له علاقة بيه وده ليه شفافية ده شغله وبياخد عليه مرتب لما تدي له اي حاجة هيتعود على كده وتقاعس في شغله عشان اموال ومكافأات من اعضاء تانين وحيتعامل بطريقة مختلفة مع اللي ما بيدهوش دي الف به ادارة اندية لو عضوة اتلف اي حاجة من ممتلكات النادي المادة 13 قالت ايه قالت كل عضو يحدث تلفا بممتلكات النادي يكون مسؤولا امام اللجنة عن تعويدي يعني من قتلف شيئا فعليه اصلاحه وكمان حددت الالعاب الممنوعة في النادي فقالت ويمنع من النادي جميع العاب الميصر ايا كان نوعها يعني الامار ممنوعة اللعبة على فلوس ممنوعة وبالمناسبة في الايام دي سنة 1908 كانت الحاجات دي منتشرة جدا لكن ده نادي اتأسس لطلبة المدارس العليا يعني لازم يكون فيه انضباط واساس ترباوز ونتنقل دلوقتي لاخر مادة فاول لائحة للنادي الاهلي للرياضة البدنية المادة فيها جزئية طريفة جدا لا يجوز الاجتماع بين 30 يونيا واول اكتوبر من كل سنة كما انه لا يجوز اعادة عرض اي مسألة حصلت المناقشة فيها والاقرار على شيء بخصوصها في اي جمعية عمومية الا بعد انقضاء مدة 6 اشهر من تاريخ اخر قرار فيها واذا اجي الاجتماع فيعلن عنه بالكيفية التي تراها اللجنة اطرف المادة دي انه ما يتمش عمل اي اجتماعات في الفترة من 30 يونيا واول اكتوبر من كل سنة طبعا يعني 3 اشهر يوليا واغسطس وسبتمبر ودي شهور الاجازات وكمان كان الخديوي والحكومة بموظفيها الكبار بيتنقلوا للاسكندرية طوال اشهر الصيف ده غير اللي بيسافروا برا مصر وبالتالي دي شهور ما ينفعش فيها ابدا اجتماع لللجنة العليا في غياب اعضاء منهم ارينا وعرفنا نصوص اول قانون للنادي الاهلي للرياضة البدنية قانون ما سبش حاجة للصدفة قانون راعى فكرة تأسيس النادي الاهلي نادي لطلبة المدارس العليا وضع ليهم نظام خاص في الاشتراكات عشان يشارك اكبر عدد من الطلبة المؤسسين للنادي كان فكرهم واضح في كل مادة في عقد شركة النادي وقانون وكل مادة نقراها نحس بعظمة النادي الاهلي ومؤسسين عملوا اساس كان سبب في اننا بعد 114 سنة نفتح محاضر مجلس ادارته عشان نعرف سر الاحد سر النادي الاكبر في افريقيا والشرق الاوسط سر نادي القرن وبعد ما نقشنا قانون النادي حنتنقل لمحضر جلسة الثلاثاء 31 مارس 908 الجلسة دي كانت اطول جلسة من يوم ما بدأت جلسات اللجنة العليا للنادي جلسة شهدت حدثين في غاية الاهمية في تاريخ النادي الاهلي الجلسة دي شهدت استقالة واحد من اكبر الشخصيات في اللجنة العليا للنادي الاهلي للرياضة البدنية وكمان شهدت تحديد يوم الخميس اتنين ابريل يعني بعد يومين بس من الجلسة لاجتماع فوق العادة ايوة زي ما جه في محضر الجلسة اجتماع فوق العادة يعني اجتماع طارق وكان ده اول اجتماع طارق في تاريخ اللجنة العليا للنادي الاهلي للرياضة البدنية يوم الخميس اتنين ابريل الف تسعمية وتمانية تفتكروا مين اللي استقال ويا ترى مكان لاجتماع الطارق كان فين ده اللي حنعرفه لو ربنا ادانا ودكم العمر في الحلقة القادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة